اشتركوا في القناة وعز وجل في القرآن الكريم يدعون إلى التآخي والتآذر وعدم الفرقة وعدم الشقاق يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا أيها الأحباب إن من نعم الله سبحانه وتعالى على الأمة أن جعلنا إخوة متآذرين تربطنا رابطة الأخوة الأخوة في الدين المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يهضم حقه ولا يكون هناك شحناء وبغضاء بين المسلم وأخيه المسلم بل على المسلمين فيما بينهم أن يتوادوا وأن يتراحموا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمة ولذلك أيها الأحباب الله عز وجل يقول أيضا في القرآن الكريم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إن التنازع والشقاق والخلاف بين الناس واختلاف القلوب والبغضاء بين الناس إن من شأنها أن تجعل الفرقة تستبد بالناس فتضعف الشوكة وتضعف قوة الناس وتذهب الريح يعني تذهب القوة ولذلك يحثون الله سبحانه وتعالى على الاعتصام بحبله سبحانه وتعالى حبله الوثيق والاعتصام بالأخوة في الدين ولذلك يقول الله تعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة إن من دلائل صدق الإيمان ومن دلائل صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى واليقين به أن يعيش المؤمن أخا لأخيه المؤمن لا يظلم ولا يجترئ على شيء يسيء إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ألا أنبئكم بالمؤمن قالوا بلى رسول الله قال المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم ثم قال ألا أنبئكم بالمسلم قالوا بلى رسول الله قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فعلينا أيها الأحباب أن نتحاب فيما بيننا وأن نساوي هذه الخلافات فيما بيننا ولا يكون بين المؤمن وأخيه المؤمن شقاق علينا أن نجتنب هذه الأشياء التي من شأنها أن تثير القلوب وتثير الشحناء فالتجسس والكذب والسخرية بين الناس والتعالي على الناس كل هذه من صفتها أنها تزيد البغضاء بين الناس ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أسأل الله تعالى أن يزيل الشقاق فيما بيننا وأن يجعلنا إخوانا متحابين مترابطين متأزرين اللهم آمين آمين وصل لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين